بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المهدا النهاردة يا سادة هكلمكم عن مشكلة بنشوفها بين الزوجين بسبب أطراف خارج العلاقة الزوجية أول ما أقول لكم كده هتقولوا آه الأهل لا واحدة واحدة لأن المرة دي المشكلة بتمسحها عن ناس كتيرة وبتحصل بأشكال كتيرة جدا جدا وفي ناس المشكلة دي بتفضل موجودة لسنوات طويلة في الحياة وساعات بيستمروا ويفضلوا بعد عشرين سنة أو تلاتين سنة يتقالي الكلام دوت وبسبب مجموعة من الناس ممكن يكونوا حتى مات ومش موجودين اللي بيحصل بيكون أشخاص قريبين من الزوجين المشكلة بقى أعلقصها بشكل بسيط بيكون فيه أشخاص قريبين من الزوجين والأشخاص دول بيعكروا صفوا الحياة الزوجية فالنهاردة هنتكلم عن وجود المعكرين في الحياة الزوجية إن فيه ناس كده بيبقوا معكرين في الحياة الزوجية ايوة انت ابتدت ابتدت وتفهمه انا بتكلم عن مين مين هم المعكرين دولة دولة مجموعة من الاشخاص غير المرغوب فيهم واللي وجودهم بيشكل خطر على السعادة الزوجية زي مثلا اضرب لكم مثال زي الخطيب او الخطيبة السابقة اللي هو الاكس يعني او ابن الخالق او ابنت الخالق المغازلين اللي ما بيعرفش يمسك اللسانه لازم اللسانه كده يقضي يقول كلام كده في ايه فيه تلطفات يتلطف كده ويغازل او الصديقة او الصديقة غير مراعين لأصول الزواج وخاصة لو هم كمان جايين ودخلين واخدين عنوان الانتيم بعض الازواج والزوجات بيكون عندهم في العيلة قريب كان متقدم للزوج او قريبة كانت عنعة من الزوج فبيكون وجودهم في اي تجمع عائلي بيكهرى بالجو بيوتروا فتلاقي الاشخاص مثلا دول بيتكلموا بطريقة او بيتعاملوا بطريقة فيها يعني فيها قربي زايد كده فيها عشم مش بس عشم فيها تخطي للأصول والزوجية وللحدود يعني خلاص احنا في البيت هنا احنا بنتكلمش ما فيش ما فيش الزوج ما بيسمحش ان حد يدلع مراته او او واحدة تدلع جوزة اه لان احنا متفقين ان في حاجة مهمة جدا جدا ليه بقول للأصول الزوجية لان انا دايما بقول في الجواز فيه ثلاث حاجات لازم نتفق عليها قبل الجواز نتفق على ايه نتفق على الخطوط الحمر ونتفق على التفضيلات الحاجات اللي بنحبها ونتفق على المكروهات الحاجات اللي بنكراها من ضمنها بقى فكرة ان واحد مثلا يدلع زوجته او حد وساعات بتنتقل للمكروهات دي تتحط في لي الايه الخطوط الحمر ففي واحد الناس ما يرعوش الاصول الزوجية دي فمسلا بنت الخالة تزود في الهزار مع الزوج فالزوجة قلبها يولع ولا تبقى على حام ولا بارد ما يقالت الكلمة ويعرفة ان الكلمة دي بتبعتها للزوجة وبعد كده ممكن تقعد دعا مع بعيد بنات الخالة شوفوا دلوقتي هي حصل في قلبها ايه دلوقتي فتشتعل الغيرة في قلب الزوجة لانها عرفة ان بنت خالته كان بتحبه ومازالت حتى الان وان كانوا هما الاتنين متجاوزين لكن لسه اللي في القلب في القلب والاسوأ ان الزوج يقول لزوجته مثلا مثلا وهو عايز يكمل الاشتعال ويكمل النيران ويفجر لموقف ان هو يقول لزوجته ايه بقى بنات خالتي دول اخواتي وبيننا وبين بعض اسرار انت مش لازم تعرفيها يا واحد ايه يعني ايه يعني ايه بنات خالتك بينك وبينهم اسرار انا مفروض ما اعملاش ما هو دوت بالمناسبة يعني ده ما ينسبش خالص قوله صلى الله عليه وسلم استوصب النساء خير انت بتوجعها كده بتأذيها ولا دوت يمشي مع قواعد قوله تعالى قواعد المتاخدة من قوله تعالى وعشرهن بالمعروف ففين العشرة بالمعروف ده لا احنا ده ما فيش ما فيش ست بتقبل ده ان اسرار زوجة يبقى مع حد تاني ده بتتخانق على ان اسرار زوجة يبقى مع امه او مع اخته يتبقى اسراره مع بنت خالته اللي كانت متعلقة به وعشان كده الزوجة ممكن يبقى لها ابن خالة كمان مش بقى مثلا مترب معاه وعايش معاه فبيتعامل معاه كأنها اخته وتبقى بتسلم عليه شوية زي ما بتسلم على اخوها ومحارمها فبيتسلم شوية بتجاوز او بتباسط وبالطبع ده ما ينفعش ما ينفعش ان هي بتسلم عليه يحصل اي نوع من انواع الاشياء اللي المفروض بتكون من نصيب الزوج وده بيسبب مشاكل مع الزوج او مثلا يكون ابن خالتها ده كان متقدم لها قبل الجواز يعني الاكس بتاعها وما حصل ش نصيب في ايه اللي يحصل بقى فيحصل ان الزوج مجرد وجود ابن خالتها ده اول ما بيدخل كده في الزيارة ايه اللي يحصل يحصل مشكلة لان الشخص ده في الغالب بيتعمل مغازلتها وان هو يقول لها كلام فيه مجاملة وفيه دايما متح ليها وفيه كلام وساعات يبقى من درجة من عدم اللياقة ان هو ينتهز ان زوجها ما شكرهاش على حاجة فيشكرها هو عليه اكلك النهار ده ما عرفش ايه وهو زوجها كان عقب على حاجة في الاكل ولا حاجة فينتهز الفرصة في يعمل الكلام ده فالدنة تبتدي الخناءات بقى تبتدي فتبتدي الخناءات ما بين الزوجين وتشتعل المواقف بسبب هؤلاء المعكرين فتبتدي الخناءات بين الزوجين و لان ابن خلتها بيتجاوز معها في التعامل وبنت خلته كمان بتتجاوز معها في التعامل وممكن للاقي كمان اصدقاء او صديقات للزوجين مش بيراعوا الاصول الزوجية اللي من الاصول الزوجية هو ايه ان الزوج ما بقاش دلوقتي شخص عازب لا ده شخص متجاوز ده شخص ده بقتبناءات ما متجاوز فيتجاوز الاصدقاء في الهزار انا طبعا عندي تعليق على مسألة الهزار بس هو يتجاوز في الهزار في التعامل بشكل عام مع الزوجين ويتدخلوا في حياته بشكل مبالغ فيه فاشعر الزوج او الزوجة انه مش متجاوز الشخص ده بس ده متجاوز هو وصديقه وهو متجاوز متجاوز هي هو صديقة ومتجاوز وهو صديقاته حاجة غريبة جدا 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 كفيلة بان تخلي كل واحد فيهم مش قاعد مرتاح فمن الاشياء دي مثلا في نظر زوجته مثلا انه هو يقعد مع اصحابه وانهم بيهزروا معاها هزار فيه تجاوز برضو هي موقف ده فموقف موقف لصديقه لازم يحط حد مع صديقه عشان يقدر يمشي مع ده الموقف ده كلها بتحكر الحاجة زوجية وعشان كده الزوج في بعض الاحيين لما بيلاقي صديقة لزوجته بتتعامل معاه باريحية يعني بتتجاوز معاه وبتهزر معاه وممكن تقوله دلع تناديله باسم دلع ولا حاجة وبشكل زايد بيخاف على زوجته منها لانه بيحس ان هي مش بتلتزم بحدود التعاون مع الرجال فيخاف على زوجته ان هي زي ما بيقوله كده تتعدي منها لانها مش بتتعامل بحدود مع الرجال فبيخاف ان هي تتأثر زوجته تتأثر بيها وتبقى زيها وكمان وكمان من الحاجات اللي بتعكر للحياة الزوجية واللي بتقلي الزوج جدا انه يرجع البيت مثلا فيتفاجأ بصديقة زوجته اللي هو قلقان من أخلاقها عندهم في البيت ويكون هو مش على علم بالزيارة دي لانه بيزيد من شكوكه وقلقه على زوجته وعشان كده ربنا سبحانه تعالى امرنا ان احنا يبقى عندنا اداب لما نيجي ندخل البيوت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا يا سادة تعالى بس اقولكم حاجة قال تستأنسوا يعني تبقى زيارتك وانت رايح البيت ده تسبب انس ما تسببش ازعاج فانت لازم تستأذن نعم بعض المفسرين قالوا حتى تستأذنوا لكن كمان اختيار لفظ الاستئناس ان انت لما تيجي تدخل البيت الناس تحس بأنس تحس بعكرة وتحس بضيق وتحس بأشياء ممكن تئسيها فالاستئذان من اداب دخول البيوت فما يصحش تزور ناس بدون ما يسمحوا لك بالزيارة ولازم لما اكون انا عارف ان في زوج ما بيقبنيش هي لازم تكون عندها هذا الامر ان هي ما تشعلش البيت ولزيك لازم نعرف ان بعد الجواز لابد ان الزوجين ينتبهوا جدا لمعاملاتهم على الاشخاص المعكرين دول وما يسمحوش لاي حد يدخل بيتهم ويعرف اسرارهم ودي فيه عمل بحديث رسول الله صلى الله سلم اللي امرنا ان احنا نخلينا هدين ويخلي البيت فيه انس ويخلي البيت فيه سلام لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ودخولها على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو اللي هو قريب الزوج قريب الزوج قال الحمو الموت ليه بقى عشان اللي احنا قعدنا نتكلم عليه ده ان هو التعكير الحياة الزوجية فالحمو اللي هو قريب الزوج او الزوجة ايه اللي بيحصل ممكن يتسبب في تعكير للحياة الزوجية ساعات كمان التعكير بييجي من جهة الحموات لانه اوقات في اوقات كتيرة بيتسببوا في تعكير الحياة لما يفضلوا يقارنوا للأسف فان الخطيب السابق او المرشح السابق للخطبة ويعمل ايه مرشح السابق للخطبة وبين ايه الزوج الحالي فتقول له يعني ما كنتش خدتي فلان ده فلان ده كان رجل ابن حلال ولطيف كده وجميل وكلامه ياه يرد الروح مش جوزك اللي ما بيطلعش منه ولا كلمة يمدحني فيها فمثلا كمان ممكن تقول بنتها قصاد جوزة مش كنت خالتي ابن خالتك اللي بيحبك او ابن خالك اللي كان مرتاح ومريش ومعه فلوس وكذلك ام الزوج ممكن تقول له قدام زوجته كان ما لها بنت خالتك اهي مننا وعلينا بدل الغريبة فإن لي حاصل بدل الغريبة وكان يبقى لي عندك ولد من زمانك دلوقتي كان معاك ولد ولا ابن ولا حفيد عندك دلوقتي عندي وفرحانة به مش زوجتك اللي قاعدة تقول لك انا مش عايزة اخلف دلوقتي تقول كده قدام الزوجة وتكسر بخطرها مع ان الله سبحانه وتعقال وقول له للناس حسنة مع ان ده ما ينتناسبش خالص مع ان الناس لازم تحافظ على ذات البين وعشان كده لابد يكون في حدود واضحة للزوجين في التعامل مع المعكرين ومنها ان اول حاجة محتاجين جلسة في بداية الزواج لمعرفة المعكرين لازم في بداية الجواس كده ده اول خطوة في الاجراءات النهاردة نكون محددين من المعكرين ونتحدد ان احنا هتعامل معهم ازاي لان لو محددناش هنتعامل مع المعكرين دولة ازاي ومش لازم نسميهم معكرين فاكرين الست لما قالت سألت الشراح القاضي اللي هي زي نبزوجة الشراح القاضي اللي كنا ذكرنا قصتها قالت له فدلني على ما تحب وما تكره فاني امرأة غريبة يعني امرأة ما اعرفش طبعا فقال له اني اكره اني ملني اصهاري او قال اختاني فارسلت الى امها لا تأتينا الى رأس السنة يعني ايه اللي حاصل انا ما بحبش الزيارات الكتيرة ما بحبش ان يجي حد ويعكر ويبدو ان هو فعلا كان عنده حق لان لما جيه لقى حماته قعدة في البيت بتؤمر وبتنهى فهو ايه اللي حاصل ففكرة ان انت تلاحظ ايه اللي ممكن يعكر العلاقة بينك وفيه ستات بتبقى شطرة قوي ربنا وهبنا وهبها الكلام ده فتتصل بالناس تقولهم لو سمحتوا بلاش الطريقة دي في الكلام قدام زوجي وإلا للأسف يعني مش هنقدر نستقبل حضراتكم او بطريقة او باخرى فإيه اللي حاصل يعني انت بتشتري خطر زوجك وانا تشتري خطر مين يعني هو لو ما تشتريتش خطر زوجك هتشتري خطر مين هتشتري خطر حد متجاوز هو لو ما تشتريش خطر مراته هشتري خطر مين هشتري خطر واحدة بتتدلع حسسه بانه حسسه بانه هو محل الاتهام ليه فهو لازم يبقى فيه كلام واضح مين اللي انت شايفها يعكر عليك يعكر علينا حياتنا وعلى فكرة وده كله مش يأثر تأثير كبير في الحياة بتاعتنا المعكرين في الغالب لما احنا بنحط الحدود ليهم بيروحوا المكان تاني يشوفوا ممكن يعكروا فيه ممكن يروحوا مكان تاني يعني مش هتبقى فيه مشكلة لكن هي المشكلة اللي عندنا ان احنا عن خف من كلام الناس بس هيه في الحقيقة مش هيبقى كلام الناس الناس كلها بتبقى عارفة لان اشخاص المعكرين دولا ممكن يفسدوا حياة زوجية ولذلك اول حاجة نعد ونحدد من المعكرين ونتعامل معهم ازاي تاني خطوة وهي خطوة مهمة جدا نتجلنب الوجود بشكل مكسف او نختلط اختلاط زائد مع المعكرين لابد ان الزوج والزوجة يضعوا حدود للتعامل مع الاقارب والاصدقاء اللي هم من طبعهم ان هم معكرين زي اللي كان فيه مشاريع زواج ماكتملتش والراعي الاصول في التعامل في الاصول الزوجية في التعامل معهم وتكون الزيارات والتواجد والاختلاط ولن دمجدها بينهم بيتم في وجود الزوجين مش يبقى وهو مش موجود فيشتعل ويبتدن نفس الامارة بالسوق تتقلب عليه ونفتح ابواب الشك والظنون اللي ملهاش لازمة لازمة لازم نتجنب التجاوز من اي طرف يمكن يعكر علينا حياة زوجية وعشان نقفل باب الشك اللي ممكن يكون من اي طرف من الزوجين تالت حاجة لازم نعملها عدم افشاء الاسرار الزوجية لأي حد ايا كان فالكلام عن الحياة الزوجية وتفاصيلها أمام المعكرين هم أسادزة المعكرين دول أسادزة يعني بنت خالته اللي كانت عينها منه لما تسمع ان هو بيجي الكلم معه بكل بساطة يقول له والله اصلا هي احنا بينا خلاف وهي مش بتفهم يقوله دي مزهاء مزهاء ويوصل ان هي مزهاء لزوجته وبعد كده تقول ان هي هو اللي قالها ان هي مزهاء هو ما قالش كده بس ايه فهمت كده فيتنقل كده فيفسد الحياة كلها بيبقوا أسادزة المعكرين دول ان هو ياخدوا الكلمة ويطوروها بما يتناسب انه فعلا لما يجي يتحقق اه الكلمة دي متناسبة جدا جدا او فلذلك لابد ان احنا ننفش الاسرار امام المعكرين ولا امام الاهل بشكل عام لان ده ممكن يستغل بشكل سلبي ويهدد استقرار العلاق زي ما الزوجة مثلا تروح تشتكي من زوجة في معاملته او في دخله اللي مش بيكفي واحتياجات البيت واحتياجاتها او ان الزوج يشتكي من اهمال زوجته او انها مستلفة مثلا او انها مش عارفة تديل البيت في حاجات لا بتعرف تديل البيت ولا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تنظف البيت ولا بتعرف كذا هنا بقى يتخذ الكلام ويتم المقارنة بيه ويتم تحكير صف الزوج الزوج وتم تحكير صف الزوجة ويحسوا ان هم مش مرضي عنهم ويحسوا بالرفض الزواجي هي تحس بان هي مرفوضة زوجيا ويحس ان هو مرفوض زوجيا رابع حاجة يبقى لازم نوقف افشاء الاسرار ده تماما يبقى لازم اول حاجة نحدد المعكرين منهم تاني حاجة لازم ببساطة خلص نحط الحدود في التعاون مع المعكرين وما نسمحش بالاختلاط الزائد تالت حاجة لازم ببساطة ما نفشيش الاسرار ايا كانت الاسرار دي رابع حاجة عدم الانسياق ولا ولا كلام الاصدقاء ونصائحهم غير المعتدل فما ينفعش الاصدقاء مثلا يعرفوا تفاصيل الحياة الزوجية او العلاقة الخاصة ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا 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 فيعملوها سمراية على الاهوة ويتكلموا مع بعض ويبتدوا الكلام ده لما يوصل للزوجة يجرحها جدا ولا كمان لما يوصل للزوجة ان هي بتتكلم في ده بيجرحه جدا وده بيبقى تعكير واضح قوي وكتير من الزوجات في الجرسات الحريمي ما بتخليش بالها وإيه اللي حاصل وتبتدي تشتكي وهي بتتصور ان هي كده بتفطفط لكن هي في الحقيقة بتشعل النار في بيتها فمن اخطر الاشياء ان الزوجين يفضلوا يحكوا عن حياتهم ويقرنوا حياتهم ببعض فتلاقي الزوجة مثلا فتلاقي مثلا رجالة بينصحوا صاحبهم انه بقى لما مراتي عملت كده انا ضربتها وودتها بيت اهلها وممكن يقول انا مراتي لما عملت كده انا في الحقيقة انا كان عند احتياج فاكلمت حد ارتحت جدا وهو بيكلمه عن معصية بيكلمه عن سوق اخلاق لكن هو بيقدم له التجربة اللي هو ممكن ما يكونش عملها اصلا والست تقول مثلا انا جوزي ما يقدرش يعمل معايا كده انا لو عمل معايا كده على طول انفاصل واسيب له البيت او ان انا دايما انا ما اسقص اصريش طول الوقت ومنفضة جيوبه عشان ما يفكرش وكل دي حكايات ما تكونش موجودة في الحقيقة الحياة دي بتبقى كتير منها مش حقيقة وكل الحكايات دي اللي بتحصل في الاعداد دي بتستغل بعد كده لرسم صورة للزوج ان زوج مش مناسب او ترسم زوج صورة بقى لزوجها هو بقى ان زوجها خارق او زوجته هي زوجها خارق فييجي ايه اللي يحصل يجي يحاول ينتقد زوجته ويحاول ان هو ينفس ده في حياته فتفسد علاقته من بعض لان ده مش موجود فلازم منتبهي اللي ده لانها في الحقيقة حكايات مش حقيقية احنا في الحياة بنمشي على قدنا وبنتعثر وبنخط وده بيتغير وبتكون النصايح دي مش مفيدة في الحقيقة عاملة بزبط زي النصايح السوشيال ميديا اللي بينصحوها الناس على الجروبات اللي فيه كل واحد بيطلع السم اللي جواه وبيروح نفسه فيطلع في شكل النصايح ولا عزب الله يا مش نصايح بتبقى ولا عزب الله نران تلهي بالقلوب ولزيك لابد ان احنا ننتبه اللي ده جدا 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 الإجراء الخامس لازم نراعي الحدود والأصول الزوجية فلازم الزوجين يراعوا الحدود الحدود الشرعية اللي الشرع وضع وضعه واحنا بتتعامل مع الناس بشكل عام بشكل أساسي فما فيش بقى ما ينفعش لا بوص ولا أحضان ولا الكلام ده كله لازم الناس تكون عندها قدر كبير جدا جدا من المراعات إنهم ما بقوش زي أي وقت تاني طبعا حمنا نقولش إن الكلام ده بيكون جائس في الأوقات التانية فلازم نفرق ما بين الشخص اللي مش محرم والمحرم ما ينفعش إنها تتعامل مع ابن خالتها ولا ابن خالها على إن هو زي أخوها فيبص يلاقي زوجها إنها لبسة لبسة مش مناسب إنها تقعد به مع ابن خالتها موجود ولا ينفع إن نتعامل مع بعض بهذه المباسطة اللي تخلي يبص يلاقيه في أماكن مش موجودة ما ينصحش إنها ويبقى موجود فيها في البيت كل دي أداب لازم نتعلمها ولازم نحافظ عليها لأن لو ما حافظناش عليها البيوت بيحصل لها نوع من أنواع الخراب يعني لما يدخل حد غريب البيت ما ينفعش يدخل يتجول في غرفات البيت ده من الصحش إحنا أهل لما حد بيكون ضيف في البيت لازم يقعد ولما يتحرك يتحرك باستئزان هي دي الأخلاق وإحنا لسه ذكرين إن الإنسان ما ينفعش يدخل البيت إلا باستئزان من باب أول ما ينفعش يتجول في البيت إلا باستئزان فالمرأة لازم تلتزم بزيها وهي قاعدة في حضرة المحارم في حضرة الأجانب وما تتعاملش معهم على إنهم زي المحارم وبعد كده لما هو يتغزل في أي جزء من أجزاء نقوله الغلط جم نين ولازم ما يبقاش فيه نوع من أنواع أنا أقول لكم حاجة ساعات بيبقى فيه سنة كده إن أنا لسه واحدة بيوعجب بي وهو سنة برضه أنا لسه معجباني ممكن البنات فبلاش الكلام اللي فيه كده إثارة إنه أنت إنه أنت مطلوب وإن هي مطلوبة ده بحد ذاته حرام ليس هذا الكلام إلا من اللغو وأي كلام بيكون في هذا السياق فهو الكلام اللي بيوجع ده ده كلام مؤذي وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا ضرر ولا ضرار فهذا الكلام يضر غيرك إنه هو يطمع فيك ويضر كمان زوجتك ويضر كمان زوجك فبلاش الكلام اللي فيه نوع من أنواع الدلع ونوع من أنواع الكلام اللي يخلي هي تقولك أنا عملت حاجة ده أنا بس خليته يغير أه بس الكلام ما كانش صح أه وأنا عملت حاجة ده أنا بس عشان أعرفها بس يمتجوزها مين لا كل الكلام ده مش صح لأن ده ما يصحش إنه إنه نعيش فيه ولذلك ما ينفعش كمان الزوجة كمان تقعد فترات طويلة ومقفولة عليهم الباب وبالمفتاح مع حد مثلا فكل الحاجات دي ما ينفعش ما ينفعش ما يجوز الأحكام الشرعية دي لازم نرعيها فما يجوز مثلا إن احنا نتعامل كما نتعامل مع أخويا لا فكرة إنه أخويا دي ده كلام نتكلم فيه في المسندة نتكلم فيه في المساعدة لكن أكيد مش هنتكلم فيه في العورات ولا هنتكلم فيه كمان في إن الواحد دي يكشف اللي في باطنه واللي جواه وأسراره لإن الأسرار دي ما بقتش ملكك لوحدك ولا بقت ملكك لوحدك وكنافس الكلام ده بنقوله على الرجل والست ليه طيب؟ لإن الالتزام بالأصول دي هو اللي بيطيب الخواطر ويخلي الناس حسة إن هم بيتعاملوا باحترام وبأدب وبحدود فمسألة أصلنا ما تربيين ما بعض دي تتعلق بالهد والمعاملة الحسنة مش بالتعاون في الحدود الشرعية يا سيدة كل ما نتعامل مع ده ونضع الحدود وكل ما نتعامل بشكل صحيح مراعاة للحدود الشرعية كل ما النفوس تطيب وكل ما الأمور تهدى وكل ما الشك يبعد من البيوت وكل ما العكارة تزول خلوا دايما البيوت بيجري فيها الماء الجاري اللي هو ماء المحبة والحياء ويه كمان إن كل واحد فينا يراضي شريك حياته وما يحاولش يستخدم المعكرات عشان يخلي قلبي تخلي قلبي جزء يغير ولا يخلي قلبي مراته يغير لا المعكرات مش علات لابد أن نطهل البيت منها بالتفاهم والتواصل والاتفاق ومراعاة كمان القيم والأخلاق في كل أحوال يارب جعلنا دايما نحافظ على قلوب أحبابنا وما نقزومش وما نعكرش يا رب العالمين عليهم محبتهم لينا وجعلنا يا رب دايما من المتحبين يارب العالمين بعد الفاصل نلتقي مع أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويفضل جسر الجسر المنور بأسئلتكم وبتعليقاتكم ممتد ونفضل في حضرة مولانا سبحانه وتعالي وتعالوا نسمع أول سؤال من أستاذة أمت الله سلام عليك وعليكم السلام عليكم سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام عليكم شكرا لكل اللي معاوجودين مع حضرتك بعد إذن حضرتك أنا باصل الرحم بتاع أهل جوزي أهل جوزي مريب بقى له 24 سنة وحماية الله يرحمه كان عامل لي شقة احتراماً وحباً ليا ولما مات أنا بقى ليا نص البيت وسيل في لي نص البيت مجرد ما أنا أخوش البيت يقول لي هتمشي إمتى كذا مرة حتى جوزي بيبقى ماسك المفتاح يجي يحط المفتاح في الباب يروح لافف وراجع نروح لغاية القطر إحدى من مصر نروح لغاية القطر نرجع تاني حتى أنا كنت قاعدة في بلد تانية برضو كنا نروح لغاية أول البلد ونرجع تاني للوقت هي بنتها اتجوزت اتكتب كتابها بنت مين اتصل بنت ثلثتي طيب تقول ل cactus البيت ده كل ما خوشه أنت هتمشي إمتى ده بيت أنا ليا النص ونتوا ليكم النص هو أنت ليليك النص أنت ليليك النص ولا جوزك جوزي ليه النص آه طيب ميز أما أول ما حط الرجلي في البيت أنت هتمشي إمتى لما يقولني إزاي أو سلامه عليكم او أقولهم سلامه عليكم المهم كتب اكتب بنتها اتصل وقالوا طب مع ريش أستاذ عامة الله عشان احنا يعني الهوى بيسمح لنا ان احنا نسأل السؤال فايه السؤال؟ المهم اتحدتني تحتني انا وبنتي انا غصبت على بوز يروح غزبا عنه لان هو مريض ما بقدرش يروح وهم ازعلنين مني ان انا في مكان هم في مكان ان انا ما اجبهوش عندهم هو مش عايز ومش قادر تردون من على باب الشقة ليك يلا 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 على تحت عشان هنا مكان لرجالة وما كانش لسه له فيه رجالة جدا بس يا أستاذ عامة الله أستاذ عامة الله أستاذ عامة الله أستاذ عامة الله اسمعيني بس لو سمحت العديد زياني أرخوة اللي مجيش ولا معني ايه قولي طيب هو ببساطة خالص انت حضرتك دلوقتي لما بتزوري اهل جوزك ده من باب حسن العشرة مع زوجك لكنهم من السلة رحمك وليس مع نظرك ان انت ما تزورهمش انت بتزورهم عشان مراعاة لزوجك لسه كاملة أستاذ عامة الله أستاذ عامة الله أستاذ عامة الله أستاذ عاملة حاجتين أول حاجة فيه قاعدة مهمة جدا جدا القاعدة ان انت ما تحاوليش تشحني نفسك في التعامل مع الناس يعني ايه انت متضايقة من الكلمتين اللي أهملك اسمع الكلم من هنا وطلعين من هنا حد بيسؤلك انت هتمشي امتى ببساطة خالص 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 لما ربنا يسهل هو اعتبر الكلام ما تقلش لكن انت لانك انت حسة ان زوجك اخوه ده بيتعدى على زوجك خليه بس اكلمك واسمعك كلمتين دولة بعقل ان الراجل اخوه ده بيتعدى على زوجك فإن اللي حاصل فهو تسبب في ان انت شايف زوجك مش قادر يرد عليه فكأنه بيتعدى عليك انت كل الكلام ده بلاش منه هو كل الحكاية قاله كلام فحضرتك لو سمحتي ببساطة خالص ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم فحضرتك دايما بتشوفي ان انت دلوقتي وانا ما بحبش الطريقة دي ان تلوقتي توقفي قصاد سلفك ما ليه توقفي قصاد اخو جوزك ليه انت طلعي نفسك من موضوع ده الاساس ان ده مش موضوعك انت ده موضوع اخوه والاساس ان انت تبقي شخص بالطيبة خاطر جوزك مش بتحسسيه ان هو مأزوم وبتكبر المسائل تم انت لما هتكبر المسائل وجوزك يكون لو كان حكيم ولو كان هادي انت هتشوف ان جوزك ده رجل رجل مش ايجابي ورجل ينقص في عينك وده مش صح يا بنتي فانت اللي حاصل ايه اللي حاصل الكلام خليه في حدود الكلام بدل محدش اذاكي ومحدش احتاجتي تاخدي موقف عشان توقفي ده انت اسمعي وخليكي حكيمة لكن انت دلوقتي هتخليهم هم سبب نكت في حياتك هم سبب ضمار في حياتك مش كويس ده مش في مصلحتك ده النصيحة الاولانية النصيحة التانية والبسيطة اعملي اللي تقدري عليه لكن ما تجيش تقولي نفسك لا اما نروح ونبقى وندحك ونبسط لا زوري على قد ما تقدري لا يكلف الله نفسا الا وسعى انت لا اما تقطعي لا اما تروحي على طول لا لا يكلف الله نفسا الا وسعى اعملي اللي تقدري عليه اما نصيحتي بقى ملكيش دعوة بعلاقة الأخ بأخوه لو مقدرتش تخلي العلاقة ما بين الأخ وأخوه حلوة ما تتدخليش فيها يبقى المسألة بساطة هتقدر الطيب خاطر جوزك فيتعامل مع أخوه بطريقة حلوة اعملي كده فلياكل خيرا او ليصمت او ملكيش دعو بياه فدي الثلاث نصيح اللي انا بنصح حضرتك بيهم ودولا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبلك بيهم الخير والتيسية معانا الأستاذ عبير من بني سويف ازايك يا شيخ عمر عام ليه؟ فضل ونعمة الحمد لله ازاي حضرتك والله العظيم كلامك ده يعني حقيقي بيوصلنا للطريق الصح يا رب ربنا يبارك تساعدك ويبارك تصحيتك يا رب يا رب انا وأنتم يا رب العالم بص يا شيخ انا هقولك على حاجة بس يعني انا اللي انت هتقوله اشف على الأب طيب يلا تؤكنا على الله ماشي يا شيخ انا حصل انا متجوزة بتهيلة تمام؟ نعم وليه 12 سنة والحمد لله انا بحب حماتي جدا وبحب حماية وبحبهم كلهم وهم كذلك الأمر بيحبوني نعم تمام بدرجة ان احنا كل واحد تشايته بس انا بحبه ومنزل عادي وحماتي شدت طيبة مباش اي مشكلة الحمد لله الحمد لله ده فضل ونمى من عند رب المهم جات سلفة ليا من سنة انا متجوزة لها 12 سنة سلفة دي جات لها سنة كانت متجوزة بلكياتي وثلفي اخدها يعني المهم جات حمايةتي قالتلي يا عبير عرفيها مثلا ان الطريق ان راحت مكان مثلا كده عرفها لسه جديدة خليكي معاها وقربي منها والكلام ده تمام؟ مثلا نعمل حاجات سوى لان الشريخ دار سوى وكده يعني بعرفها عن منطق المهم فجئتي يا شيخ وكنت الحمد لله يعني انا بحبه لان انا كنت بحبه لان انا كنت بحبه فجئتي 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 والدتي انا مامتي انا قالتلي يا بنت البيت اللي تخشيها هتبري بيت ابوك الحقيقي طيب فجئتي باي بقى اللي حصل يا شيخ لقيتها بتتكلم من ورا دهري لاخوات جوزي ان انا بجع لحماتي وقرها ربنا ياخدها تمام؟ وان انا قلت ان سبب طلق ضرورتها الاولانية انا ديت من اللي في البيت وكلامي يا شيخ انا ذات نتي فجئت انا درجة انا استضمت فيا شيخ انا يعني ما تدعلش مني انا مش عايز اكلمها ده حق علي ولا لا اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك يا استاذ عبير ماشي يا شيخ ماشي بص يا ستي بما انك انت قلت ان كلامي عايبقى سيفة عليك لا اوها مش كلامي انا كلام الشرع الشريف انت دلوقتي ايه هي دلوقتي انت ساكنة في بيت حيلة فالستي دي جارتك لو انك انت وانت لما تقابليها تسلمي عليها بريئة زمتك لكن الشرع مطلبش من حضرتك ان انتو تبقوا انتو الاتنين زي ما بيقولوا كده سامنا على عسل ان احنا يبقى سرقكم مع بعض وعشتكم مع بعض الشرع الشريف مطلبش ده لكن طلب منك ان انت لما تقابليها مطقطعاش مطقطعاش يعني ايه لما تتقابله مع بعض مش كل واحد يدور وشه التاني وما تسلموش على بعض فانت لما تشوفيها تسلمي عليها وتقولي السلام عليكم وكده انت خلاص مطقطعاش وكده بريئة زمتك انت بتقولي انا انا اش عايزة كذا فتسلمه ولزيك احنا من التعبيرات المصرية اللطيفة اللي بتقول اللي بتحل مشكلة المقطع هي ايه قالك السلام لله السلام لله سبحانه تعالى فانت لو سلمت عليها هتبقى انت ما قطعتهاش ودوة شيء حسن وما تحطيش في نفسك كده ان انت مش هتكلميها وان انت لو قبت اللي بيها مش هتسلم عليها لا اعملي زي ما انا قلتلك ودوة تكفيك ان شاء الله استاذ محمد من اليوبية يتفضل السلام عليك يا دكتور عليكم السلام وراحة لبركاته معلش سؤال بس بسيط كده بدلت الشيء انا والدي متوفي من شهر ربنا يجعله فسح الجنات ان شاء الله دلوقتي الشقة بتاعته يعني فعل اساس بتاعه حضرك يعني سرير جلاب كنب ما خلافه الحاجات دي تتوزع ازاي انا ليه اختين وليه اخ يعني احنا اربع اخوة تتوزع ازاي هل شرعي والدتك موجودة؟ طيب يعني يبقى للذكر مثل حظ الانساء فانتو كده هو تبقى ثمان اسهم انت تاخد اتنين واخوك ياخد اتنين انتو كده هو كم؟ انتو كم؟ احنا اربع بنتين وولدين بنتين وولدين يبقى عندنا ستة اسهم انت تاخد سهمين واخوك سهمين وكل بنت سهم اه يعني تتوزع مثلا اه طبعا بدل هي ملك الولدك يبقى خلاص هتبقى ترك كل ده يبقى ترك يتقيم واحد ياخد ويدي بقية الفلوس لاخواته او ان كنتوا تبقى وتبعدين توزعوا الفلوس على بعض كل ده وتجائز ان شاء الله ما عليش انا اسف يعني دلوقتي انا انا اشتريت منها مثلا اه حاجة معينة بألف اتنين هل الالفين دولت مثلا هل هيبقى ليه انا نصيب في يوم ولا انا خلاص انا اشتريت لا خلاص انت ليك حق فيها نفس زي ما قلتلك هيبقى على ستة انت ليك سهمين من الايه من الستة دول فانت ليه طيب انت عندك حق في دهاز التركة على المشاع على المشاع في كل حاجة في الكباية في الترابيزة في الكنبة في السرير في اللوحة اللي على السقف في كل ده انت ليك ليك اتنين من ستة في ده تمام يا عبدالك ربنا يبارك لك يا رب ويحسن بينكم يا رب ويجعلكم دايما في حال من الود والوقام يا رب العالمين وصلة الراحم ان شاء الله خلوا بالكم عشان الميراس ده تساعات الناس بتاخدوه بدل ما هو يقرب من الناس الناس ما بتفهموه الصح بتفهموه الى انه هو نوع من انواع المشحة والمقاطعة فنلابد ان احنا نخلي بالنا وننتبه ليه زي ما لابد ان احنا ننتبه للمعكرين ونوعود مع بعض جزوجين يعودوا مع بعض يقولوا مين اللي ممكن يعكر الحياة الزوجية بتاعتهم ويتفقوا على ازاي يتعاملوا معاه وبعد كده لازم ببساطة كل واحد فيهم يضع حدود للتعامل مع المعكر ده ولازم بشكل واضح الحدود دي يكون متفق عليها امر التاني ما نفشيش الاسرار كل الحاجات دي بتسهم بشكل واضح كمان لازم نلتزم بالاداب الشرعية في التعامل مع الناس دي وما نتجواز وما نطلقش الالفاص ثم نتعامل على ان الالفاص اللي اطلقناها هي اللي هتجيب الاحكام الشرعية لا ده مش اخويا دي مش اختي مش هيبقى معها اسراري مش هيبقى بتعامل معاه واعود معاه زي ما بعود مع اخواتي كل دي اداب اساسية في الجواز كل ما هنتعامل بهذا الشكل كل ما هنتعامل بهذه الطريقة كل ما العكارة دي تزول وتبقى الحقاة على فطرة الجواز فطرة الجواز اللي هي فطرة النور فطرة الصفاء فطرة مراعاة الخواطر فطرة كمان مراعاة ان في حدود لازم نلتزمها وفي اصول زواجية الاصول الزواجية دي تخلي الناس مرتحين مطمئنين والشك ما يدخلش من باب البيت في اي وقت ولا في اي حين يا رب اكرمنا وحافظ على بيوتنا وجعلنا دائما من الامنين وجعلنا دائما من المطمئنين في بيوتنا يا رب العالمين موسيقى 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 موسيقى